موسيقى إذا وصلنا للسؤال الثالثة ألفة طيبنا بيين أن F' X تساوي J X إلى X 62 لكل X من صفر بلس الانفيني يعني خصنا نحسبه المشتقة ونقدوها نزيان حتى نلقوا فيها J X إلى X 62 ولكن قبل ما نحسب المشتقة خصنا بيين أن F' تقبل الاشتقاق على صفر بلس الانفيني شحا من واحد كينصار القضية هادي ما عندكش الحق تحسب المشتقة حتى تتبين بعدا أن F' تقبل الاشتقاق حيث حتى هذه القضية عندها نقطة ديالها إذا نغنبين بأن F' X تقبل الاشتقاق على صفر بلس الانفيني عاد نمشي نحسب F' X إذا نغنبري لدينا هالدلا هادي عبارة عن ضرب دوان ومجموع دوان قابلة الاشتقاق على صفر بلس الانفيني ولكن هنا غنعطي بتفصيل باش تبليكم لدينا دالا دالا قندروا X وسعم يعني هذي قد تسمى الدالا وغنبدو بهذا X هذا تقبل الاشتقاق على صفر بلس الانفيني يعني هذي المجلية طبنا اي لاش؟ لأنها حدودية داك X راح حدودية وعرفنا احنا بأن الحدودية تقبل الاشتقاق على A' لأنها حدودية مزيان احنا التنين من هذه مزيان احنا تقبل الاشتقاق على مجموع التعريف ديالها حيث تقبل الاشتقاق على مجموع التعريف ديالها حيث تقبل الاشتقاق على مجموع التعريف ديالها مجموع التعريف ديالها يعني A' مع عده صفر او لا اغنجمة مجموع التعريف ديالها يعني A' اغنجمة حيث المقام يخاليف صفر يعني A' مع عده صفر او بطرقة اخرى اغنجمة وخاصة او لا وبالخصوص اللي يجبك كتبوه مش مشكلة وخاصة حنا المجال اللي كندويه عليه صبعين إذن هدى لهذه يحتاجها تقبل الاشتقاق على صفر بليس لينفيني بقاتلي هذه الألة هذه تقبل الاشتقاق على حيز التعريف دية لكي ما شفونا في الدرس تقبل الاشتقاق لحيز التعريف دية لها اللي هو صفر بليس لينفيني نت يعني نفس المجال اللي قندوق عليه إذن هدى تقبل الاشتقاق على صفر بليس لينفيني وهذه يحتاجها وهذه يحتاجها يعني الضرب دية لهم والجمع دية لهم حتى وراء يقبل الاشتقاق على نفس المجال وبالتالي وبالتالي دالة اف تقبل الاشتقاق على صفر بلوس لينفيني إذن هدي الطريقة باش نبينه أن ندالة اف تقبل الاشتقاق إلى واحد المجال عاد نمشي دابا نحسب لموشتقا يلا رضو معي البال إذن لكل اكس مين صفر بلوس لينفيني لدينا إذ بريم دي لكي تساوي البريم دي لكي اللي كتساوي يعني نقدو الحساب شوجا تساوي البريم دي لكي تساوي إذا عندك او في في كتدير او بريم في في زائد او في بريم يعني ضرب ده اللتين دي من إلا عندك تدرب دير جوج داول كتباق الخاصية دي لالاشتقا يعني غطأتك هذي بريم في الايلين زائد هذي بلاي بريم في الايلين بريم يعني امور واضحة جدا واحد كيبقى البريم دياله هادي هادي غا تعطيك جوج على اكس والسيت نعن غا نقول لكم علاش فهذه الايلين عنا واحدة الخاصية في الدرس واحدة على اكس البريم دياله فتساوي ناقص واحدة اكس والسيت نعن هذه خاصية او لقاعدة من بالقواعد ديالاشتقاق مزيان هادي واحد البريم دياله صفر مشا جوج على اكس او واحدة على اكس مثلا واحدة على اكس كيطيك ناقص واحدة على اكس والسيت نعن فهات جوج كتعطيك جوج على اكس والسيت نعن هاد ناقص معد ناقص لحدها هي اللي ولت زائد صبعي دكشير اشدرت زائد اذا فهذه الايلين هو هذا هاتي غا نحسبوها مش قدير ايلي معروفة واحدة على اكس يعنى قد دعوة تاني الحساب هنا ضرب يعنى يجوج في الاين اكس والسيت نعن زائد حتى انا الضرب غنضيرو الناشر ولا الضرب ليش بك يلا متلا نضيرو الناشر ومن بعد نوحد المقامات واحدة على اكس في واحد واحدة على اكس واحدة على اكس في ناقص الاخرى يعني ناقص جوج على اكس والسيت نعن فقط الناشر من بعد نديرو دابة تحيد المقام المقام الموحد هو اكس والسيت نان اه هو اشنو خاص هاد واحدة في المقام باش يقول لي نفس المقام هو اكس والسيت نان اذا حتر فوق نضربه في اكس والسيت نان واحدة في اكس والسيت نان ه الدابة هنا هاده عندو نفس المقام يعني مغن نديرو اولو توحيد المقام داك Congressman ال Heavenฬ Weiter هاده عندو غر اكس في المقام شونو خاصه خاصته ضربه في اكس باش ، يقول لي اكس والي احدة في اكس وادا Out of the job إلا لحظة إلا مشيتوا الورقة ديال الأسئلة اللي عندكم ديال الوطني آه هذه اللي عندكم عندك جيدو اكس كتساوي اكس سيتان زائد اكس ناقص جوج زائد جوج ايلين دو اكس ايه هذه اذا نحن نحيضه نحط بلاسته جيدو اكس على اكس والسيتان صحيح اذا هذا الشي اللي عندكم في المطاعة اذا هذا الشي اللي اعطونا بنا في هادي السؤال هذا وهنا جاوبنا وهذه هي الطريقة ديال اجابة غمسف صبورة بش نمشي للسؤال الموالي اذا بغا نمشي للسؤال با وجيم غاندي رمد قوحدة حيث مرتبطين اذا السؤال قليك بيين ان اف تناقصية للمجال صفر واحد وتزايدية للمجال واحد بلوس لنفيني والسؤال جيم ضعج دول تغيرات ماشي ضعج دول تغيرات عدي استنتجانها تزايدية وتناقصية حيث كاللي كيدير جدول تغيرات فهذا السؤال لولاني لا غانبينو بان اف تناقصية وتزايدية غاننشوفو بعدش حال كتساوي المشتقلي كن القناع لدينا لكل اكس من صفر بلوس لنفيني لقينا بان المشتقى راكت ساوي الجيدو اكس ل�ا اكس والسي ثاني هاتشي بيين لفس السؤال الى pluck جيدو اكس والسي ثاني اذا كان هالتعبير اللي كي سوي المشتقى موجب يعني اذا كانت المشتقى موجبه نقولوا بان اف تزايدية اذا كانت المشتقى سالبه نقول بان اف تناقصية صفر Joe اذا غانشوف التعبير اللي كتسوي المشتقى هو一 planet موجب ولا سالب GO نبدو بالمقام هاد المقام بعده موجب لاش حيث اكس ينتامي لصفر بلوس لانفيني هنديرو لدينا لدينا لكل اكس من صفر بلوس لانفيني هاد القضية هالي اكس وستنان او الا اكس موجب قطعا سوى اكس سوى اكس اذا المقام بتهنينا منه عرفنا واش موجب اعرك داب الفوق هاد جيدو اكس واش موجب او الا سالبة الى عقلته على الشق الاول اللي جاوبنا عليه يعني تم فاش اعطونا الجيدو اكس بينا بان الجيدو اكس موجب في واحد المجال وسالبة في واحد المجال ذو كل معطيات غانستعملهم معنا ولكن باش مرتبطة دابا الاشارة ديال المشتقة المقام موجب اذا مرتبطة بالفوق اذا نغاندير ومن هو بما ان المقام موجب يعني اشارة ف بريم دو اكس تتعلق باشارة ج بريم او الا ج دو اكس اشنو قنقصد بهذه الجمله هادي يعني الى كانت جدو اكس موجبه حتى هاد المشتقة را تكون موجبه يعني هذا كل شيء سيكون موجب الى كانت جدو اكس سالبة حتى هاد تعبير را يكون ساليب يعني حتى المشتقة ساليبه واذا كانت المشتقة سالبة كنقوله تناقصي كما قلت واذا كانت موجبه كنقوله تزايديا اذا نغانديرو حسب السؤال السابق 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 لدينا هاد القاضياتي اللي كنا جوبنا عليها جدو اكس اكبر او يساوي صفر لكل اكس من المجال واحد بلوس لانفين ارجعوا للشيق الاول باش تشوفوا هاد العجبات اللي جوبنا عليها ولدينا جدو اكس اصغر من صفر لكل اكس من المجال صفر واحد بلنا نشيل لكنا جوبنا عليه دابا فينك تكون جي موجبه في المجال واحد بلوس لانفيني اذا حتى المشتقة ستكون موجبه ومنه اف بريم دو اكس ستكون موجبه فاش من المجال وجبه لكل كل اكس من المجال واحد بلوس لانفيني اهو جي موجبه على هاد المجال واحد بلوس لانفيني حتى المشتقة هتكون موجبه على هاد المجال نفس الشي بالنسبة للاخرى او لقب المشتقة موجبه اي ان نفس الشي بالنسبة للاخرى او لدينا ف بريم دو اكس سالبة على هاد المجال لكل اكس من هذا صفر واحد اي ان اف تناقصية على هاد المجال صفر واحد اي ان اف تناقصية على هاد المجال صفر واحد يالله جاوبنا على هاد التمارين او هاد السؤال هذا تبا غنمشيوا للسؤال جيم السؤال جيم غنجمعوا هاد المعطية تقول لا في جدول كي تسمى جدول تغيرات يالله غننرسموه اول حاجة كنحطوه هي مجموعة التعريف اللي هي الصفر لوس لان فيني وغنزيدوا هاد الخط هاده حيث ما داخلش الصفر هنا اكس وهنا اف بريم دو اكس وهنا اف بريم دو اكس موجابة اف بريم دو اكس موجابة في واحد بلوس لان فيني اذا نغنزل هنا واحد موجابة في واحد بلوس لان فيني وفنك تكون اف بريم دو اكس سالبة في صفر واحد هنا سالبة نشوفوا هاش كتن عادم هاد الموش تقف واحد يلحسبنا متلا الصورة دير واحد هنا هتعطيك الجيد واحد الى واحد والجيد واحد كتن تصوي صفر اذا صفر الى واحد صفر اذا هذا مشتقة عادم في واحد اذا هندير بحلقة ومن اللي سالبانة هتكون تناقصية ومن اللي موجابانة هتكون تزايدية عند بلوس لان فيني لقينا بلوس لان فيني وعند صفر بلوس لقينا لوس لان فيني والصورة ديال واحد في الدالة اف غنحسبوها يب غنحسب اطع طينا واحد زائد واحد ناقص جوج اه في الايلين ديال واحد الايلين دير واحد صفر في هذا الجبهه دعم يمشي اذا نعطبقه لك واحد الصورة ديال واحد كتتساوي واحد هاده هو جدول التغيرات وهذه هي الطريقة ديال انشاء جدول التغيرات ده بغنمسها السبورة باش نمشي والسؤال الموالي ده بغنمشي والسؤال رابعان الف بطبيعة الحل اطعونا حل في صفر بلوس لان فيني المجال صفر بلوس لان فيني المعادلة التالية هذي غنسميها ا اكواتيوم يعني معادلة قبل ما نلقى الحل ديال هاد المعادلة هذي غنحدد لها مجموعة تعريف ديالها حيز تعريف صفير وخطع طالينة امها صفر بلوس لان فيني عاد نفكر في الحل اذا دي 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 ا كتساوي كتساوي اكس ينتامي لان هذه مجموعة تعريف كم ما شفنا في الدرس ديال مجموعة تعريف هنا عندك المقام وعندك اللغاريتم ما بيداخيل اللغاريتم هو اكس اذا ديما يكون اكبر قطع من صفر ديما عندك الالين قد تأخذ الوسط اكبر قطع من صفر وعندك هنا المقام شنو فيه اكس نيت و اكس يخالف صفر في الحقيقة من اللي قلنا اكس اكبر قطع من صفر رافع حتى يخالف صفر يعني هنا تجمع فيها بجوج هذا الجوج هادو را يمكنك تجمع في هذه هذه دي دي كتساوي من صفر تال بلوس لان فيني علاج حتى اكس اكبر من صفر يعني من صفر تال بلوس لان فيني مفتوح حتى عندك قطعا وهنا عندك يخالف صفر اكس يخالف صفر اصلا ما كانش صفر في مجموعة تعريف اذا كون كان عنا مغلق كون كان عنا مغلق سوف نديرو مفتوح بحالة قلتي اكس يخالف صفر ولكن هي اصلا تخالف صفر يعني ما كانش اصلا صفر حيث مفتوح جيتو اذا انها دي 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 او اللي انتقلبو عليها الخاصة بادة المعدنة اذا بغى نديرو الحل لدينا الحل دي المعدنة واحد ناقص جوج على اكس في الايلين دي اكس كتساوي الزيرو تكافئ عندك ضرب داتين يعني هادي كتساوي صفر او الاخراء كتساوي صفر باعينة يلا لقوا الحل دي العادي نديروه بالتفصيل باش تباليكم زيان واحد مثلا عندي لك طرف يلا عندي لك طرف باش تباليكم يمكنك توحد المعقامات ماشي مشكلة دونك كيما قلنا عندي واحد لك طرف عيولي نعقص واحد او باشن بها الحل دي العادي بحال الى عندك الا لين دية اكس كتساوي الا لين دي الوحد حيث الا لين دية الو會دي ياللي كتساوي صفر عاد الصفر هدا عinger eğوته بالا لين دي الوحد باش يكون عندي اللوجاريتم كيساوي اللوجاريتم ويتقصى هادي نعود ثاني غنعده ناقص غتولي جج على اكس كتساوي واحد او غنا غنتعطيك اكس كتساوي واحد مزيحن نضيره بقي حيث العدف ديان هنا نلقو X هنا غنضير مقلوب أو لا جداء طرفين في جداء الوسطين هذا X هدا غنضيه لهذا الطرف غيكون مضرب في هاد قشره ديال واحد إذا نعطيك جوج كتساوي X في واحد هي X أو X كتساوي واحد وبالتالي مجموعة الحلول S واحد وجوج عندها جوج حلول ليهما واحد وجوج وهذا واحد وجوج راكني في دي دي يعني مجموعة تاريف ديال هاد المعادلة هاد الشيء لش أعتبرنا هم جوج حلول دياله إذا ندي الطريقة ديال الإجابة غنب ستصبر باش ننشوي السؤال الموالي إذا السؤال بقى أعطونا استنتيج أن المنحنة CF يقطع المستقيم D في نقطتين يتيم تحديد زوج إحداث يتيمة بالنسبة ل D عوانة Y يسوي X ما نجب ديك Y يسوي X رطعت لنا في المعطاقات أو لف السؤال اللي قبل اللي رقينا فيه CF يقبل فرع عشان جميع تجاوهو المستقيم Y يسوي X رعا أذكر Y يسوي X موهد D الشي اللي شدرت هنا Y يسوي X إذا أنا بحل لك نظره على الأوضاع النسبية لتحديد تقاطل CF مع مستقيم D نحل المعادلة نضع نضع F هذا الشي رأيك في الأوضاع النسبية في الطرس كتسوي Y يعني هنا المعادلة دي المستقيم و هنا أه تدريد لنا مرتبطة بادي CF ديما نفس الخاصية يلا أغلبنا الحل دي لدي نضع لدينا نضع لدينا نضع لدينا نضع لدينا نضع لدينا صلاح؟ من بعض غم نردل لنا توقفي حيث Y يسوي X F X ناقص X كتسوي 0 وبغانعوض F X بالتعبير دي لاشحو كتسوي F X X X زائد 1 ناقص جوجة على X X 2 X ناقص X هناك كنا نلاحظ بأن هذا X سوف يمشي مع هذا X و ماذا سوف يبقى لنا؟ هناك كنا واحد الملاحظة هذه المعادلة سوف نضعها في السؤال القبل يعني السؤال ألف لدينا الحلول لهذه إذا الحلول لهذه إذا الحلول لهذه يكافي لدينا في الحلول الوحد أو X كي يسوي جوج إذا الحلول لهذه هم عادوا دابا بحال لك تهدر على النقاط التي تقطع فيهم هذا C F مع المستقيم ولكن هذه غير الأفاصيل خصنا الأورتو بديل دقن النقاط إذا نضع ومنه C F والمستقيم D يتقاطع الآن هذه غير الأفاصيل و الأخرى سوف نسمع B ما هو الأفاصل هو جوج حيث X كي يسوي جوج والأورتو بغن نحسبه F ديال جوج أي أن سوف نقاطع هذا هذا 1 سوف نقاطع الصورة 1 سوف نقاطع 1 فهذه 0 سوف نقاطع فهذه 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 و دي صورة لديل جوج هنا جوج هي 1 نقاطع 0 فهذه لديل 0 فهذه سوف نقاطع 0